اليوم يا جماعة الخير رجعت لكم بمقطع جديد وأنا جدا متحمس ما خب عليكم علشان نجرب هاي اللعبة اسم اللعبة جولد روش فكرة اللعبة جدا حلوة بكل اختصار راح نحاول نجيب أدوات تسمح لنا أن نستخرج ذهب من تحت الأرض يعني أوكي راح نحاول نعثر على أحجار الذهب ونحاول نشوف كما ممكن طلع بهذا المقطع معاي 427 دولار علشان أشتري الأدوات المناسبة لتسمح لإني أستخرج الذهب أتمنى منكم يا جماعة الآن تضغطون على زر اللايك تشتركوا بقناة بوكتوب اشترك واتفعلوا نجرس التنبيهات وخلينا فورا نبدأ لأني صراحة جدا متحمس ولو إني داخل عالم مجهول تماما وفيه أشياء كتير جاس أجهلها يعني الآن خلينا نركب السيارة وخلينا أشرح لكم إيش لازم نسوي بالتحديد الآن بكل اختصار أو شيء اضغط اكس شغل السيارة هنا سوي هاند بريك طبعا يا شباب متل ما تشوفون هنا أول شيء لازم نسوي عدة أمور تمام عندنا هنا جريدة تشرح لكل شيء كاتب لي بكل اختصار روح على البنك بالأول واستأجر أرض بعدين روح على المت اشتري أدوات المناسبة حطها بالشاحنة واروح بعضين ركبها وما أدري إيش أدري هي القائمة جدا صعبة بالنسبة لكم حتى بالنسبة لي مفهم شيء أنا شباب أسمع علينا الآن يعني أنا رح حاول أسهل أمور عن نفسي أكثر خلينا نقول دائما كل شيء إيزي رح أعبر هذا الطريق ورح أمشي ورح أشوف إيش ممكن أسوي ما أخبي عليكم ما أدري عن أي شيء فنحط هذا الكامل هنا وكيف ما أخبي عليكم غرافيك اللعبة ما يجذب كتير يعني ولكن ميكانيكيات اللعبة جدا حلوة وأتوقعني مري لقد أعتقد نفسيكيات اللعبة فعلا توقع المملكة اللعبة به سكوا recognised لنذهب كم لازم اعبي انا ما عندي فلوس كتير شباب والله ما ودي اصرف برايس 20 دولار رسما عبيت كم لتر انا بعبشها 4 لترة خلين عبي 4 لتر كافي خلاص عبينا اوكي اسمع انا مع 414 خليني كمان عبي 4 لتر شباب ب 4 دولار ريد عبي انا كم لتر عبي كذا اوكي صار 1410 ما ودي اصرف فلوسي على هاي الاشياء لانه عندي اشياء كتير لازم اشتريها نحن هدفنا مو حبيب هاي مو محاكم حطة بنزين هاي حبيبي اسمي اللعب الان جولد رشت روح جمعي ذهب يلا بسرعة طيب انا الان لازم اكمل طريقي صار 1400 دولار هل تعبى معانا بنزين هنا ولا لا اتوقع انه تعبى بشكل كافي ام فتعالوا نصفي هذا المكان هذا هو البنك وصلنا عليه الان خلي بس اصف هنا هاند بريك ووقف سيارة انزل منها وخليني اشتري الارض هذيك اللي صار معانا بهذيك المنطقة لتس كو مثل ما تشوفون الارض صايرة هنا خليني اواركم عليها على السريع شباب الخريطة المايد رح اشتري هاي الارض انا اوكي انا هنا رح انزل الى هذه الارض ورح نشتغل شغلنا باذن الله في هنا اوكي طيب نحط يوز الان شوف عشان اشتريها سعرها ستمائة الف دولار سعر مو سهل ابدا اللي حسوي الان اني رح اخذ قرض من هذا البنك عشان يعني يعطيني ايها اوكي بصفر دولار رح اخذ الان لاتس كو تم اخذ هذه الارض بس لازم ارجع ديونها مع الفترات فاهمين يعني وخليني مشي الان هنا شباب لاتس كو نحرك على المنطقة اللي بعدها يلا حرك اوكي مو مشغلها مو مشغل سيارة الفكرة الان يا شباب انه نمر على المتجر عشان نشتري الادوات المناسبة اللي رح ت انتسمح الا انه نستخرج الذهب يعني بس وين صار المتجر بالتحديد ايضا ما اعرف صراحة اوو هذاكل متجر اتتوقع الا 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 هذاك هو مية بالمية هو المتجر شباب انه جاء ساتي تخمينات الان الا هذا هو اوكي الان ش но وهو. ممكنه. الله جهاز اشلف تشليف الان. هيوصل الان. خلينا اصف السيارة هنا عشان بعد شوي رح حمل السيارة بالغراض من هذا المكان بالتحديد. نسيت الهاند بريك ارجح ارجع على السيارة يا مدير. الهاند بريك لا تنسى. الهاند بريك بالاول بعد انطفي بعدين انطفي. اهم شي. اوكي بسم الله عبركة لو وصلني الى هذا المكان. يا السلام. شوفوا هذا المكان الضخم والعملاق. اللي رح نشتر فيه الادوات. طيب. ايش طالب اني اشتري الان بكل اختصار. خلينا نرجع صفحة الاولى. سوينا هذه الامور. الان لازم اشتري شباب. هوكبان نو بومب. هوكبان سلوسي بك سكور. اين هوكبان ما. اوش كل هالغراض وجعني راسي. اهم. رح اشتري من هذي شي شباب. سعره مئة دولار. جيب منه واحد الان. ااد. اوكي. وهذا سعره خمسين دولار. اشتري واحد من هذ ايضا. رح نشتري واحد من هذ ايضا. ما ادري اش هذو بتحديد. بس اشتريهم ان شاء الله. لكم انا ضائع تماما الان. اوكي ان شاء الله نستفيد من هذي شباب. انا اشت ما عندي يشتري اربعة من هذول المكان وطالبني كمان اشتري بالتحديد طالبني اشتري complicated اشتري هذا يبيع اشتري واحد من هنا هذا الاهم شي يعني عننا حاليا فلازم اشتريهم هذي شباب تعرفون هايش بتسوي بكل اختصار تعبي هنا مي وتحط هنا شوي ترمل مع الاحجار يعني اللي ما تدري اذا ذهب ولا لا تجيب هنا تصفيها بكل اختصار تسوي الخشة تبعك يعني تصفي فيها تصفي فيها الان ما تطيح لك شوية تذهب اذا انذا كنت محظوظ فكام رح تفعل الان بالله عليك 340 دولار طفرت او مايجا مظل مع غير 60 دولار او ديم شباب انا طفرت اذا اليوم ما طلعت ذهب كتير انا مطفر الان والله مشكلة افتح للشحن هنا لو استمحت وخليني اعبئ الاغراض هذه معانا كلها من هنا احمل هذه الضخمة هنا معانا وحطها هنا لاتس كو وحطها في هذا المكان الله تحكم اسطوري بهاللعب دعواتكم انو هذه الغراض مطيحا لان اخيرا هذا اهي اخر قطع معانا حرفيا خلينا ان يمشي على بركة الله شباب هوف وللاك هان مشوار متعبنى وعنما لازم نحرك شاو حركنا حركنا بسم الله يا رب الاغراض هاي مطيح اوكي لازم اروح من اي اتجاه الان اتوقع اني بروح بتطلع بالقال هنا خلينا الان يا جماعة نتوجه الى الارض اللي اشتريناها ونحاول نثبت هاي الغراض ونشوف كيف ممكن نستفيد منهم فلتس جو دخلنا الان الى المصنع العملاق هذا ومن هذا المصنع راح نمشي الى بيتنا الله سيارة طايرة اي حادث ان انا بموت اوه ماي جاد ايش هذا الصوت توقع الطريق من هنا مو متأكد الصراحة يعني بما انو حاطت لي مسار هنا ما توقع ان هذا غلط بالله عليك اخبرني ان صح يا السلام وصلنا شواب وصلنا اوك الله ممكانه ما فتح الخريطة ابدا بهذا المقطع شواب اوكي وصلنا الان الى هذا المكان الاسطوري والخرافي اللي راح اشوف كام فاير من بعيد وخيمة معانا من هنا وكل شي الان امورنا سليمة فبسم الله على بركة الله شباب دون ايش راح اسوي لان عندي فكرة ذكية راح اسويها الان ما عليكم الحوادث البسيطة هاي راح ارجع الشاحن الى هنا بما اني راح افض اغراض هنا اضرب هاند بريك طفي انزل وليتس جو اسمعوا لي صوت المي هنا واو اسمعوا لي صوت المياه هنا شباب هاي هي الارض البسيطة اللي راح اطلع منها الذهب يعني ورح اضرب اغراض هنا اثبتهم بهذا المكان بالبداي خلينا نزل كل شي اشتريتوا عني الان هنا اوكي انا ما قدر افتحها لانا مقدم السيارة كثير شوف الغباء شوف شوف الغباء شوف هنا هنا كافي اوكي هنا كافي لاتس جو هنا اتوقع اسطوري هنا فك الان يا سلام اوكي شاب راح انزل اغراضي كلها في هذا المكان وبعدين راح اركبهم قطعة قطعة بالاول خلينا نزل كل شي اجيب هذه معنا من هنا اوكي جيب معاك هذا السطل من هنا كويس عندنا سطلين ما ادريش اشتريت سطلين انا صراحي انا ما ادري بس اوكي جيبهم خلينا نحط هذول الامرين مع بعضهم هنا لان هذول اخر شي ممكن استلم امرهم اوكي اخر قطع معنا هنا واخيرا وليس اخرا خليني احرك السيارة بالاول عشان نضمن المكان نضغط هنا عليهم من هنا نركب السيارة برحب اوديه هناك جنب هذا المكان اللي هناك ما ادريش اسمه جنب هاي الكابيني البسيط هنا لاتسكو اوكي انا متاز وقف انزل يا سلام اوكي خلينا لانا وريكم يا شباب الى الخيمة طبعا هذا المكان لنا يعني اكيد هاي الخيمة لنا يبدين ادخل الى الداخل وتشوفون ايش عندنا هنا باسم الله على بركة الله اللي هذا المكان الاسطوري وتعوني ادري حاطيني واحد من هذا واحد من هذا والله ما كنت ادري في عندنا هنا من متى عندنا وانا اشتريت اثنين احتياط وما تتكو نفسي الان عن فاضوي طيلا عندنا كل شي الان هنا والله ناوش من هنا ايضن ايضا جهاز يبديني اشوف البنك وهي الامور فيها ما بن أنهم ادري لان فاهمين الفكرين الان تعالوا نحط اغراضنا في هذا المكان اول شيء باحمل هيود هذا الشيء مقابنا من هنا وتسويله اه obsessive هنا نحط به مكان المناسب يعنو عارفي وان شب هذا الشيء ونحطه في ايضا في مكان المناسب هذه الشيء ايضا were supposed to work في مكان المناسب شيء ضيق خرافي والكسطوري اه باقي نشيل هذول ونحطهم ايضا كل واحدة حبه هنا مثل ما تشوف الان يليك بس اضغط عليهم ايه حوط هنا اضغط هذي وجيب هاي الاخيرة وخلينا نثبتها في هذا المكان يا سلام على مشروعنا الاسطوري طيب انا عشوف ان عندي سطل هنا في هذا المكان ليش نشيل هذا طيب نجيب هذا السطل الان ونعبي شوية مياه يعني لازم عبي هذا السطل شوية مياه من هنا يا سلام عبينا فعلشان نشغل الآلة معنا منها مثل ما تشوفوني صارت جاهزة باقي بس ان ايسوي كذا اوكي اوكي نسيت نسيت شوية نسيت امر مهم اوكي حلو كثير اني سويت هاي الحركة الان المياه تخش هنا وتخرج على اساس شوف شوفوا الفكرة الان انه انا لازم اطلع هاد شي ولازم احفر هنا طلع شوية تراب اوكي واحطها في اه هذا المكان كذا اوكي نحط تراب تشوفون هذا صار 11% كل ما حط هنا يحط لي اكثر صار شوف كم صار الان 22% الفكرة انه في هذا التراب اللي انا جايس احطه ممكن يطلعن لذهب ما تدري ترا هي الطريقة الحقيقية والواقعية اصلا في انك تطلع ذهب اوكي فاحتمال حظنا يكون اسطوري وداخل هاي الترب اللي جايس احط هنا يكون فيها قطع ذهب ما تدري احيانا كمان انتوا جايس تحفر فورا تلقى حبة الذهب اوكي اتمنى تصير معنا عشان اوريكم 78% اتمنى تصير معنا اوكي اتمنى تصير معنا صارت معنا الان اللي مبروك انت عثرت على قطع الذهب بالصدفة خلينا نسوي لحفظ حصلت قطع الذهب 23 جرام يا شاب نوكت من الذهب 23 جرام شي جدا اسطوري خرافي صراحة فا كويس كتير اوكي نعبي هنا ايضا 100% صار كويس كتير اوكي اتطف شيل هاي من يدك الان الفكرة انه مثل ما سونا قبل شوية بالغلط لازم اجي هنا اعبي هذه بالموية اعبيها مياه هي سلام وتعال هنا ونزلها هنا وبتبدأ تشتغل على طول معا شوفون ايش صار يصير شباب جلس الان يصفيلي الاحجار فبالتالي الاحجار اللي فيها الذهب رح تبقى هنا اوكي والباقي رح ينزل الى المياه لما نحتاجه فلازم كل شوي اكرر هاي العملية الان اللي ما نستخرج نستخرج بشكل كافي شوف انا رح افضي كل هذي المكان من هنا صراحة انا ما ادري متى لازم اوقف يعني ما اخبع عليك ما انا اضاعها الى الان يا سلام باقي شوي كمل 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 حاول احط فيه اكتم مرة هنا فضيت راحت معت فيه شي هنا اوكي بها السهولة خلصت لازم عبي لسه والله والله مشكلة هاي شاب خلصت بسرعة اشوفكم الان هنا طب وين الاحجار اللي انا جمعتهم وينها مصبر بالله عليك اصب مو فاهمنا عبيها بلوي هنا اوكي بمعني حطيتها شباب خلني اخلص منها بس هاي طب يلا خليني نعبيها بالكامل صارت وصارت الان عبي هنا كمان شغل يا مدير ايه وشغل نريد الاحجار تطلع معنا شغل يا مدير شغل شغل يا مدير شغل اوكي طيب اجي هنا كمان اتوقع هنا فضيت تقريبا شوف الان صارت كويس يا شباب في حركة جدا حلو انتم متعرفونها اجيب هذه من هنا اتحط هنا شوية مياه شوف الحركة الحلو والله العركة اسطورية اتحط هذه من هنا اوكي وتجيب معنا شوف هذا توسخ كان نوعا ما نظيف فتجيبوا كل اختصار وتحطوا هنا وتحطوا في هذا المكان كيف اجيبها الان بالتماء اوكي كده تحط كده يغسل لك ايها ويرجع لك ايها الان شوف شوف محلها والله العظيم حلو كده ترجعها بشكل تمام نظيف كل امورك سليم الان رزقو خير ايضا نحط هذه بالمياه ننظف كل شوية مثل ما تشوفون الان معنا هنا صار عنده مياه متسخة فنلازم ارميها المياه كيف ارميها المياه شو ارميها المياه شوها صارت hele وسخ والله ما اعرف كيف ارميها المياه بس دائمين خليني اothesويها اكثر خليني ارجع اothesويها nice one قطت هنا najib هذه وايضا نظف هذه معنا من هنا لو سمحت يا السلام يا السلام شعف awesome لأ شرطت شي برغ لأ لا حطها ادت هذه هنا ايضا أو soient ب شي جدا حلو طعمه تمام حلو كثير خلي بس حط فيها مياه جدا صالحة شراحة ماذا كيف ارميه المياه شباب ماذا شو ارميه المياه هل فيها اتوقع لازم حط هنا صح او لازم حط هنا او حصلت كمان ذهب 23 جرام بالصدفة نايس والله نايس نايس والله نايس جيب هاد من هنا هل هي ترا اللي انا سويته غباء ولا لا شباب اوه اتوقع ان انا سويت غباء اوه شيت اتلكم والله اني نوب شباب اتوقع ان انا سويت حركي غبيه الان كيف اقدر افضل هاي جوه هنا ما اقدر شباب بالله عليكم كيف افضل هاي طيب جوه هنا برضو ما اقدر بس بس جبت هذي اللي اقدر ااخذ من هنا لا شباب انا اوكي اتوقع اني سويت حركي غبية المفروض انه لما تشيل هذول يطلع لك فيهم اشياء هاي الاحجار يبديك تستفيد اوكي غباء شاهد غباء غباء اوكي السطل هذا مفروض كنت استفيد منه انا بس انا اوكي ما فهمت اللي تولي الان استقلي ما فهم منكم مش صار انا الان عالفاضي سويت هاي الحركة لان انا خسرت كان لازم شوف انا ما كنت ادري ان الاحجار يبديك تشيلها من هنا تهوني استوعي بصراحة يعني برجع برتي اشتغل ايش يسوي يعني والله شباب ما كنت ادري ايش دراني انا باللعب هاي اسبيل الله انا الملكية انا سويت الان دائرة حول نفسي بدون ما استفيد الان جبت الذهب وحطيتهم بنفس هاي الماكينة وضيعت الذهب مرة تانية الان اعم ذكاء الله احددتكم عن الذكاء انا طيب هاااااغم someyim خفينا نقبرها شباب مياه وليتس كو يلا يا مدير يلا شتغل اشتغل الاحجار شتغلو إنتس كو يلا نريد 2018 كمية احجار كبيرة بسرعة اشتغل وما كدة بيكون وضعنا تمام اضعت هذه هنا شوف عشان لن خربت مرة ثانية المفروض لا اعجم هذه اصبري اعجم هذه من هنا، واضعات اصبر شوي معانين تعال انتي تبتك بشبح اسطوري للطيح بما انه المياه معنا من هنا لازم حطها هنا وحطها بالمياه كذا اغمسها عشان طلع منها الحجر الوسخ مثل ما تشوفون مفروض انه الاحجار تلصق هنا ما ادري لاي سبب ممكن الحجر يلصق هنا صراحة الذهب اه والله عليها حبوب ذهب شباب عشان كذا تحطها هنا وتشوف اذا فيها ذهب بعدين حركات والله ما كنت ادري عن هاي الحركة صراحة كذا يا سلام طبعا ايش لازم نسوي لازم اشيب مياه من هنا وافضل مياه هنا توقع لا مو هنا لازم لازم افضل مياه هنا اوكي لازم احط مياه هنا اه ها لازم احط مياه هنا صح لا مو هنا مو هنا لازم عبي هاي مياه شباب اصبر جاسي تعلم والله شباب اني اسف لازم عبي هاي بالمياه الان مثل ما تشوفون اوكي الان فهمت حط هذه هنا الان جب السطل الانتحاط في غراض سوف اضحوا هنا. الان انتضحت الفكرة. بس ما تنظرون الان. حاطينا شوي. انا بحط شوي بس ما بحط كثير. اجيب هذه بعدين هنا. وتنسيه لها كده ايوز. اوو ديب غمسها شوية بالمياه شباب. وتحرك شوي. اطلق اطلق شوي اطلق طلق والله مادي شي على سويش شباب. كده تحرك شويتين. اتوقع طريقة الصح صح. بل الى قد تفش لحيات. كده ترفعها وتحرك شوي. حرك حرك حرك. حرك حرك. لازم حرك اليين. ما يصير عندي شيء. ليش دهس يطيحون. والله في منهم قطع ذهب شباب ايش يسوي بنفسي الان. ليش يسوي بقطع ذهب هاي في منهم قطع ذهب. طيب خلنشوف كيف ممكن اشيلها الان. ايش ممكن اضغط الان. اوكي شفت. يقول لي اضغط شفت عشان تشيلها. هاي اضغط شفت الان. اوكي ما اقدر اشوف الان اصبر. كذا اتوقع ممتاز. خليني بس نشوف مكانها. شباب انا اشوف قطع الآن اخذنا قطع الذهب و صارت معنا من هنا. سأذهب. اوكي. اطلع من الشيفت الان. واتوقعني برمي هذا. برميهم بالارض. يعني ما جاهز تحصل منهم شيء. خلاص برميهم. اتوقع لازم ارميهم صح؟ شو هرميهم شباب رميلي اياهم بلا عليك برمي لي اياهم كيف ارميهم برميهم جوه هنا وخالصين. اوكي. معرفت شلون ارميهم برا صراح شباب والله انا جاهز عاني الان باللعبة. اوكي. فضل هنا شويتين كمان. كل شوية لازم اشهيك اذا كان فيه ولا لا. اوكي. باسم الله على بركة الله. لاتس جو. اه حط شوية مياه. بس شوية صغيرة. اوكي. كده كويسة توقع. لاتس جو. خاني نشوف الان شباب. اوه. اللون تغير. اقيو. ايوه. 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 اعطيها يا ممكان اعطيها اللون تغير. جهاز قطعة الذهب تطلع لي الان شباب. متل ما تشفون. فهي بس فضل شوية مياه. يا سلام. اوكي. تعال نشوف اذا فيه ولا لا. والله فيه كم قطعة طلعت لشباب. اتوقع شن نصطب هاي ولا مع ايش رايكم انتم. تعال نشفوت هذي من هنا. هذي قطعة الذهب. تشوفوا الان كم جرام جاس يزيت من الذهباتنا من الاعلى شباب متل ما تشفون. يزيت بكميات بسيطة بس انه يزيد يعني. هيا اخر دفع الان معنا. اوكي هيا اخر دفع. بس نلعلى اخر دفع معنا لليوم. لاتس جو. حط شوية مياه هنا. حرك يا مدير حرك حرك. لازم تحرك بهذه الطريقة عش يا الغباء. كبيت القطعتين بالغلطة. ما اقدر اجيبها ما اتوقع الان. خلاص خلاص. ما يطلع لي ما اطلع لي. اوكي ما اطلع لي شي يعني الان. لاتس جو خلاص خلي هاي هنا. ما احس هذيك القرامات جايس تجيب لي كتير فلوس والله ما اعدري ليش. ها شوف كما حصلت الان 26 قرام. وهذيك ما اطلع الغير 0.1.0.2. هل يا ترى في شي غباء من هالموضوع ما اعدري والله. في شي غريب من هاي الناخي. ما فهمت الى الان. معنا الان شوفوا رح نتوجه لهذا المكان شب شباب الميزان هنا. ورح نحاول نشوف. ايش ممكن نسوي بهذا المكان. مش هنا. خلي كل شي هناك معنا. ممكالو خذ تيارتك وامشي على المكان على طول. ونروح تشوف كم طلعنا بهذا القولد. 122 جرام قولد. معي 60 دولار فلوس. كم رح يصير معي بعض قليل. فلنكتشف ذلك مع ممكالو. على الطريق المفروض يا شباب هنا هنا اتوقع. يا السلام هنا هنا يب هنا. واخيرا وصلت يا شباب الله ضيعت طريقي ما اخب عليكم. هاذا 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 يبنين اركبه. اوكي اسبروش هيدا. ا يا حرام والله حسبت ان يبدينا اركب. طيب. معانا 122 جرام متل ما اخبرتكم. اذا سوينا الان يوز شوفو. اذا حطينا الاجرامات معانا من هنا. اقدر اني ابيع. ليش ما اقدر ابيع اكثر. اوكي 17.1. اسميل طيب. ادوب 17 افوغريد. سيل. اه هذا هو. 2100 دولار. اوكي شباب من هنا اقدر ابيع شوفو. حطيت الان سيل جولد اور معانا هنا مايند جولد اور. تمام. اما في هنا عندنا شي اسمه دوبان. رح يكلفني 61 دولار شباب. اني اذوب هاي الاشياء. بس اذا حصلنا صفيحة ذهب. الفلوس اكتر حتكون. توقع اني بذوبهم شباب الان. خبريني معاك فلوس بلا عليك. اوكي شباب ضحيت انا الان. كان ممكن ابيع كل اللي معاي. بكل اختصار. واكسب عليهم. مبلغ جدا محرز. بس انا الان. ضحيت. ليش القولد لسا باقي معانا اصبوا عليه بشي اتوقع. والله ما ادري اش جاي يصير. شباب في شي غلط جاي يصير والله ما ادري. والله ما ادري. سويت شي غلط انا. ما يخليني اذوب اكتر من اللي معاي. اني في شي انا ما فهمته الان شي جدا بسيط هو انه ما خلاني احط كل الجرامات اللي معاي هنا ليش. ايش ليش القصة. كان مع مية وخمسة ما خلاني. بس مديني ابيع المية وخمسة انا عارفين يعني. اقدر ابيع. الاورو برايسي لك 17 دولار. اتوقع الان الوقت خلص واقدر استلم الذهب اللي معانا من هنا. اوكي اطلع منها. يا السلام. تشوفويني شباب قطعة الذهب هاي اللي معاي. هاي اللي اقدر اروح ابيعه واشوف كم ممكن يعط فيها الان حرفيا تمام. بسم الله خليني الحرك شباب الان ما ما فهمت قصة انه ليش ما يخليني ابيع الباقي كمان هنا. اسويلها مسملت اسويله بتذويب يعني. بس على الاعتقاد انه ممنوع كل الانواع. مع انه هي اصلا ما فهمت. انا قادم يا بنك. توقع هذا هو البنك. يوم. وقف هنا. سكر. بسم الله يا ترى كم رح يعرض علي البنك يا شباب. بسم الله خليني شوف يا رب. افتح هنا. بعد نروح على سلت قول بار. اوكي. خمسة عشر قرام اللي هو السبيك تذهب معي ستمية وثلاتة وستين د دولار. بالتالي انا كسبت اني ما رح اتبعتهم كلها من هذاك المكان. يعني خلني حدي تايو احسوي السل. سل تم البيع الان استلمت فلوس شباب ستمية واربعة ستين دولار. ولصة باقي معي كم قرام من القولد اللي بديني استفيد منهم بعدين. في امر اخر يعني انا رح ابيعهم فورا. فكذا امر صار جدا. قدرنا نطلع شوي تفلوس باليوم الاول يعني. هذا كان كل شي بالنسبة لمقطعنا اليوم يا جماعة. تمانيكم استمتعتوا. تمانيكم استمتعتوا معنا بهذا المقطع. في اصوات غريبة هاللعبة اللي لا ما فهمت ايش هي الاصوات. وايضا ترقبوا حلقة قادمة اذا في حال هذا المقطع انا للاعجابكم بكامل بسلسل ان شاء الله يعطيكم الف عافية. السلام عليكم.